موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن نشارك معكم طريقة إزالة الثلج من الفريقو سوف نشرح لكم طريقة التي نستعمل طريقة جيدة سهلة ومبساطة سوف نقوم بسجيع الطريقة موسيقى المفريقو موسيقى سوف نقوم بسجيع الطريقة سوف نقوم بسجيع الطريقة وهي سهلة. عندما كي تشوفوا. انا دائما في التحت كنفرش واحد البلاستيكا. ها هي كي تشوفوا. مني كنبغي نزول تلج كنجمع غير ذيك البلاستيكا كي تجمع لي ذاك التلج كامل. الحيلا اللي غندير هو الناني غن ناخد واحد الكاسرول وغنغلي فيها المام زيان زيان على هاد الشكل. وغادي ناخد هاد الكاسرول وغادي نحطها بالشبكة ديال الفريقو. هاد المغليان كي ساعد باش تلج دغيات ينزل هنه كي تشوفوا. هاني حطيتها هو المطايب. حطيتها في الواسط. وغادي نسد عليها الباب ديال الفريقو. واحد شوية وغنا حاول تاني بالذلمة. ندير ويطيب مزيان مزيان. ونعاودوا المرة التانية. تقريبا هاد العملية غت تاخد معنا ساعة قل من نص ساعة غادي تكون مضفتي الفريقو ورجعتي في ذاك شي اللي كان فيه. يعني ما غت اخدش الوقت لنا بزاف. تابعوني احتى الاخير. كي هنا واحد الحيلة اخرى اللي غا نشاركها معاكم. ما غا يبقى شي تكون تلج بزال. وهنا تعمد نخليه باش نشارك معكم هاد الحيلة. هنا عاود تدرك الماء كيف كيف يبليكم. او التلج اللي في الوسط بدأت يدوب. غنزوب الكسرون وندير فيها الماء طيب ونحاول نقرب هالجوانب. غا يضيطه بحل ما هكا. غير بوحديتو إلا بغيتو تعاون بشي حاجة باش تساعدو. شي بلاستيكا ما تديروش شي قلة حادة باش ما تتقفوش لفريقو. مثلا ديك ديال بغرير او لا. شي حاجة شي سباتي ولا شي حاجة غير كتقسو التلج كي طيح. بحل هذي مثلا. اغير كنقص الجوانب مهم تكون آلات بلاستيكية. شوفوش عندي التلج كي طيح. إلا لاحظته. وديك البلاستيكا اللي كنفرش التحت ركا تساعد باش نجمعو التلج كامل تولوج ونزولوها. كجي ساهل هالطريقة. كجي ساهل. كجي ساهل. كجي ساهل هاد الحيلة حتى يقرب العيد الكبير. اغلبية في العيد الكبير تخويب تلاجة. تقريبا جوجت المرات تيل تلاتة في العام. كان نضفو التلاجة وكان نزولو من هالطولوج. لتراكمات. في عيد الكبير وفي العيد الصغير. والأيامات العادية يارا خلاص يوميا كان نضفو التلاجة من التحت. كان نغسلوها نغسلو الشباكي. كم ترى البلاستيكة نزول فيها. كجي ساهل لنجمعو التلاجة المتراكمة. كجي ساهل. كجي ساهل الربيع أو شي ساهل. يمكنك تضيف البلاستيكة. كجي ساهل. 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 لديك ساهل. كجي ساهل. كجي ساهل. ساهل الربيع أو سيكار. يمكنك ترى السلوفان. أيّة لديك ساهل. بعد ذلك الى الطلج كما تجعله. كادر الدرجة. كرواسة. كرواسة الطريقة عملية كتسهل لنا كف من هر شفت اخوتاتي والوليدة كانت كديرها بقنا كنديروها طريقة عملية وسهلة وكتهنيك في ساعات قدري تسهلي الفريقو ديالك في ساعات اخذت الورق ديال المطبخ ونمسح اخذت الورق المطبخ ونمسح ونمسحها كاملة ونمسحها كاملة الملكة 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 ونمسح كمية الزيت الرومية ونأخذ ورق المطبخ وندوز على الفريقو كامل الزيت هذا العملية لا تجعل التلج يتراكم بكثرة لا يكون بكمية كثيرة أنا تعملت لكي نوريكم هذه الحيلة تهية مجربة لا تجعل التلج يتكون بكثير سندوز على الفريقو كامل كمية تقريبا ملعقتين ملعقتين من الزيت نتمنى تجربوا هذه الطريقة وتردو عليها في كومنتر ما خدمات معكم أو لا لا وإن شاء الله ستعجبكم هذه الطريقة حيث عملية وسريعة بزاف في طرف الساعة ترجع كل ذلك شيء اللي كان عندك في فريقو ترجعه وما غا يبقاش يتكون تلج بحال هاد الكثرة اللي وريتكم بعد الكثافة هذي اللي وريتكم ديال التلج حيث أنا تعملت نخليه باش نشارك معكم هاد الحيلة حقا حيلة رائعة كيف كتشوفو دوسة الزيت على الفريقو كامل ما خليت حتى بلاصون ما درش فيها الزيت كله دوسة على الزيت هنا أخذت بلاستيكة قسمتها وصرحتها على الفريقو كامل من راستين راس ورسقت الجوانب هات هي كتبت مع ذاك الزيت ممكن تديروا السلوفان أو لا أي بلاستيكة عندكم كنتمنى الحيلة اللي شاركت معاكم وما تعجبكم واللي عجباتوا هاد الحيلة يبارتاجي مع العائلة والأصحاب والأصدقاء باش تعمل فائدة وكانتمنى ما تنسونيش من تعليق الزوينة ديالكم وإلى فيديو لاحق إن شاء الله وعيد مبارك سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر